ظاهرة جديدة في خداع النازحين السوريين تسلب أموالهم مقابل تجنيس مزور عصابة تتألف من أربعة أشخاص تمكن أفرادها من إهام عائلة سورية باستصدار مرسوم بتجنيسها مقابل 130 ألف دولار أمريكي ولكن كيف وقعوا في الفخ؟ العصابة قالت للعائلة إن الدولة اللبنانية تركت في مرسوم التجنيس فراغاً لاثنتين عشرة عائلة وإذا كنتم من المهتمين ادفعوا ونحن نتحدث مع كل الأجهزة الأمنية لنجبلكم إخراج آد وننزلكم أسميكم وبالفعل أقدمت العصابة على تزوير بيانات قيد إفرادية لهؤلاء وقد تضمن تواقع مزورة لكل من وزير الداخلية ومحافظ الشمال والمدير العام للأحوال الشخصية ولإتمام عملية الاحتيال استعانت بثلاثة أشخاص لكي تصدق العائلة كذبة أفراد هذه العصابة وهم مرافق سابق لوزير الداخلية بسا مولوي وهو عسكري يدعى عين شين وسكرتيرا محافظ الشمال وثالث يدعى ألف نون كان يعمل في دائرة النفوس والآن يعمل مع مختار الميناء في طرابلس ملف الاحتيال وقع في حوزة قادة تحقيق الأول في الشمال سمراندن الصار التي رأست صباح الخميس جلسة لمحاكمة العصابة وقد تم توقيف اثنين منها فيما فر اثنان آخران معلومات الجديد أكدت أن نصار أصدرت بحق المرافق السابق للوزير مذكرة توقيف وجهية بعد التأكد من أنه تقاد سبعة ألاف دولار من المدعي أما السكرتيرا والشخص الآخر فلم تثبت التهم عليهما بعد إلى حين استكمال التحقيق التقني ولكن السؤال كيف انكشفت هذه العصابة؟ بحسب معلومات الجديد العائلة السورية لاحظت أن إخراج القيد مزور وأن الأسماء غير موجودة في دوائر نفوس فلجأت إلى القضاء وقد أرجأت القاضية سمراندن الصار الجلسة إلى تسعة أربع الفين واربع عشرين لحين صدور نتيجة الدراسات التقنية وتؤكد المعلومات أن نصار لن تتهاون في الغوص في الملف حتى ينال المرتكبون عقابهم